شكراً للزملاء وأهلا بكم في النشاة الرياضية عقدت الهيئة العامة للرياضة مؤتمراً صحفياً للإعلان عن برنامج قطاع المنشآت والمشاريع الرياضية وذلك بحضور الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة وعدد من المسؤولين بالهيئة إلى جانب ممثلي الاتحادات الرياضية والأندية الوطنية وخلال المؤتمر تم استعراض جاهزية المنشآت الرياضية للموسم الجديد 2023-2024 بالإضافة إلى استعراض أبرز المشاريع المستقبلية سبت وجيه الله حافظه سيدي سمو الشيخ خالد بأنه يتم تقديم خدمات للاتحادات من خلال توفير وجاهزية المنشآت الرياضية وبعد أن تغلت المنشآت والصيانة إلى الهيئة العامة للرياضة فتم تنسيق مع الإدارتين بأن يكثفون اجتماعات مع الاتحادات ويزورون المنشآت ويشوفون النواقص الموجودة التي من شأنها تنجح المسابقات المحلية فتم هذه الزيارات لله الحمد مع الاتحادات وتم رصد التحديات الموجودة وبعض الجوانب التي تحتاج لها صيانة وتطوير وجاري يسلم حلها حتى يستطيع الاتحاد أن يقوموا بدوره بالشكل الصحيح ويركز في المسابقات ويخلي الأمور لها علاقة بالمنشآة وتطويرها وصياناتها على الهيئة حسب ما وجهنا لحفظ سيدي سمو الشيخ خالد افتتح منتخبنا الوطني للكرة الطائرة مشواره في دورة الألعاب الأسيوية التي تصدفها مدينة هانكشو الصينية بفوز مستحق على نظيره النيبالية ضمن منافسة الجولة الأولى ولحساب المجموعة الثانية الأحمر البحريني فاز بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد حيث ذهب الشوط الأول لمنتخب النيبال بواقع خمسين وعشرين نقطة مقابل عشرين ورد الأحمر البحريني بثلاثية جاءت بواقع خمسين وعشرين نقطة مقابل عشرين خمسين وعشرين نقطة مقابل ثماني عشر وخمسين وعشرين نقطة مقابل خمس عشرة نقطة وبذلك يتأهل منتخبنا الوطني إلى الدور الثاني مع تبقي مواجهة وحيدة أمام نظيره الإيراني فرط منتخبنا الأولمبي لكرة القدم في تحقيق انتصاره الأول في مسابقة دورة الألعاب الآسيوية وذلك أمام نظيره التايلاندي بعدما دخل في مرمى هدف التعدل في الدقيقة الخامسة والتسعين وذلك ضمن منافسة الجولة الأولى مسابقة كرة القدم الأحمر البحريني كان قد تقدم بهدف عن طريق اللعب حسين عبد الكريم في الدقيقة الثانية والأربعين من المباراة قبل أن يتلقى مرمى هدف التعادل في اللحظات الأخيرة من اللقاء بهذا التعادل حصد منتخبنا الوطني الأولمبي نقطته الأولى ومن المنتظر أن يواجه نظيره الكويتي مساء الخميسة المقبل ضمن منافسات المجموعة الخامسة والتي تضم كذلك منتخب كوريا الجنوبية والذي انتصر اليوم على المنتخب الكويتي بتسعة أهداف دون رد أعتقد نفس ما شفت كنا مستحوذين عن المباراة طول التسعين دقيقة لكنها كرة القدم ساعة في غفلة واحدة فقدم التركيز في لحظة أخيرة من المباراة لكن الحمد لله على كل حال ما زلنا في المنافسة عندنا المباراة عقب يومين خلص نسى المباراة هذه ونستعد حق المباراة اليوائي ضد منتخب الكويتي وإن شاء الله نطلع بالصورة المطلوبة حاولنا طلعنا الشوط الأول 1-0 محالفنا لحظة الشوط الثاني فقدم التركيز المدرب طلب مننا حاجات وسويناها لنهاية المباراة لكن الهدف أعلى غفلة المنتخب التالي ليس منتخب سهل الصراحة حاولنا نطلع بالثلاث نقاط لكن إن شاء الله نفكر في اليوم عندنا المباراة الكويت المباراة بتكون قوية ودائما البحرين الكويت ديربي مواجهة تكون صعبة إن شاء الله نطلع بالثلاث نقاط استهل فريق الرفاع البحريني مشواره في بطولة كأس الاتحاد الأسيوي بالفوز على نظيره اللبناني فريق النجم بهدفين دون مقابل وذلك على استاد مدينة خليفة الرياضية في مدينة عيسى ضمن مباراة الجولة الأولى من المجموعة الثالثة للبطولة وأنهى الرفاع اللقاء مع نهاية شوط المباراة الأول والذي انتهى بثنائية سجلها جاسم الشيخ في الدقيقة الخامسة والثلاثين وحسن علي مع الدقيقة الحادية والأربعين كما شهدت منافسات المجموعة ذاتها فوز العربي الكويتي على مضيفه العراقي فريق الزوراء بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب البصرة الدولية اليوم لكل عمل من سعادة رئيس النادي إلى جميع أعظم السدارة إلى جهاز فني وإداري والأخوان اللاعبين لكل عمل لكل حضر لكل كان مركز مع اسكرنا كان ناجح بكل ما تعنيه الكلمة إعدادنا كان زين مباراتنا التجربية كانت ممتازة اللاعبين في المنتخب رجعوا أربع حصة استدريبية كانوا مركزين فلذلك انعكست على النتيجة وخصوصا الأداة في الشوط الأول في تغييرات كبيرة عن الموسم الماضي سواء على مستوى اللاعبين فلذلك ونتتيجة المباراة بطبيعة 2-0 فريق المنافس يعني رمى بثقل للأمام ولكن مجردات الشوط الثاني احنا فرصنا كانت أخطر يمكن المنافس حصل فرصة واحدة احنا حصلنا فرصتين لو استغلناهم كانت يجاكبر لا تنسى عامل الجو عامل أول مباراة رسمية يعني أمور تأثر على الشوط الثاني أكيد هي البداية مهمة طبعا تمشيك إلى المدى البعيد ولكن احنا متفقين انه خطوة بخطوة يعني ما نطالع بعيد خطوة بخطوة وين رب العالمي نكاتب لنا نوصل إن شاء الله لأبعد نقطة الحمد لله على ثلاث نقاط وهي البداية الموفقة وأبارك حق مجلس الإدارة جاز فأني لاعبين جمهور على الثلاث نقاط وبداية موسم احنا يعني مثل ما ما تعرف لاعبي المنتخب تقريبا تمرنا ويا الفريق يعني لعبنا مباراة واحدة ودية فما كان ممكن يعني ما كان فيه انسجام كبير بس الحمد لله الأهم أخذنا الثلاث نقاط وهي البداية الآن نطوي هاي الصفحة إن شاء الله ونركز على الدور خسر منتخبنا الوطني للناشئين لكرة السلة مواجهته الأخيرة في دور المجموعات أمام نظيره نيوزيلاندي بـ 43 نقطة مقابل 117 نقطة وذلك ضمن منافسات بطولة كأس أسيا تحت 16 عاما والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة المنتخب الوطني للناشئين كان قد خسر أيضا في الجولتين الماضيتين أمام منتخبي الأردن وكوريا الجنوبية يؤدع بذلك منافسات البطولة من الدور الأول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر